اشتركوا في القناة وهي تعرف في كل البلدان من الأشجار التي تثمر شوفوا الثمار تحها صغيرة الأشجار التي تسقط أوراقها في الخريف يعني في الخريف يسقط الأوراق تحها هي لا تزهر الثمار تحها لا تزهر يعني كي تنض مباشرة الحبة هذه التين يخرج سائل أبيض من هذه الورقة أو كذلك الحبة هذه التين يعني كذلك عندهم علاجات لعدة أمراض يعني عندها الفاكهة جاحة يعني فيها الفاكهة يعني اللي تسمى الباكور هو الأول ثم بعد ذلك كذلك المرة الثانية تدير التين هي هذه يعني المرة الأولى تدير الباكور والمرة الثانية تدير التين يعني ليخدموا منها كذلك التين المجفف وهي شجرات التين مذكورة كذلك في القرآن تستخدم يستخدم كعلاج لعدة أمراض تستخدم كعلاج لعدة أمراض تقطف الأوراق ويعني تخسل جيدا وتصلح كذلك الآلم الدورة عند السيدات يعني نافعة جدا ممكن أن تأخذ الأوراق تحها هكذا خضراء يعني تنظفوها وتغلوها رح نديلكم في آخر تعلق الفيديو طريقة يمكن أن تأخذوها جفوها يعني تستعملوها طول العام وبإمكانكم ما تأخذوها هكذا الأوراق تحها خضراء خضراء يعني هي تضبط كذلك السكر في الدم والكوليستيرول وكذلك مفيدة جدا لمرضى الإسهل أو الإمساك يعني هي مزقينة الألم أي ألم في الجسم خصوصا الألم يعني الأمعاء أو المعيدة يعني لا يستحب أن يتناولها المريض يعني دائما ما تقولوش دائما تناولوها لما يكون الإنسان مريض يتناولها وكيما يكونش مريض يعني يقدر ما يستعملهاش وكذلك أوراق التين يعني المكونات التي تكون منها أوراق التين تحتوي على الأوميغا ثري وكذلك الأوميغا ستة وتحتوي كذلك على البوتاسيوم والحديد والزنك والبيتامينات يعني فيها عدة مكونات يعني كاي اللي ذكرتهم كاي اللي ما ذكرتهمش مفيدة يعني جدا وكذلك يعني لها علاج العديد من الأمراض اللي حبي يستفسر عليها وتعالج كذلك الأوراق الجلدية وضغط الدم وأمراض العظام فهي تقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام وكذلك الأمراض الجلدية فهي مفيدة جدا مثل حب الشباب والتجاعد وكذلك تقلل من السرطانات يعني في الأمعاء وفي المعيدة وكذلك تقلل من السرطان الثدي عند السيدات يقلل للإصابة به يعني عندها عند عدة فوائد إن شاء الله تستفيدوا من كل ما أقدمه يعني فأنا ما أجدت بحاجة من عندي يعني كذلك سمعت عدة تكاتير يتكلموا على هذا العلاج فأقلت لما لا نشارك معاكم هاد الفاكهة اللي هم موجودة في أغلبية البيوت الشجار المباركة يعني وكذلك التين يستعملوه كذلك لما يكون مجفف يستخدم كذلك مع زيت الزيتون كان لقولها الشريحة يستخدم كذلك مع زيت الزيتون يعني رائع جدا خصوصا للمرضى اللي قولون يعني مفيد جدا جدا وهذا الأوراق أنا بيت فقط ليلة كاملة أصبح هكذا خصوصا في فصل الصيف إمكانكم تحصلوا على الأوراق هكذا تجيبوا الماء الماء بارد وتوضعوا فيه إما الأوراق لما تكونوا ميبسينها ولا الأفضل تكون الأوراق خضراء تأخذوا الوراقة وتخلوا هذو كل العروق ما تديروهم شاي أصبح هذو كل الأوراق وتوضعهم في الماء أصبح تقطعهم شوية شوية وتأديرهم في الماء فقط هذا كل العروق مكان لها يعني تديرهم وصفة يعني سهلة جدا شاي خصوصا لحبو يجلوا للتخصيص يعني هذا هو العلاج يعني شفتم ذاكرين بزاف للتخصيص لمدة شهر يعني تشربوا منه ولكن أكثر من شهر الأفضل ما تكثروش تديروا هذ هذ الشاي يغلي مدة خمس دقائق ثم بعد ما يبد تصفوه وتشربوه كإما تحبوه اللي يحب يديره كعلاج السكري الأفضل يشربه بدون عسل ولي ما فيه هذا هو المغلة داعه مدة خمس دقائق تصفوه وتشربوه منه يعني علاج يعني سهل وبسيط وينفعكم كذلك الإنسان يكون مرات دائما يتناول الدواء ما علي حب هذا لو في مرة من مرات يستخدم العلاج هذا يستفيد منه وكذلك اللي حبي استخدم ها يعني علاج ثاني كذلك ياخذ الأوراق شاء أوراق لاتين مع أوراق التوت والحب السوداء كذلك يعني جيد جدا هذا العلاج وإن شاء الله يكون أفضل وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر